موسيقى مرحباً جميعاً أنا هلاحاش سايمان أفضل 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 من العلم لبنيز الالترنتيب هالفيديوز كلهم هنجزئ من المدارس ومن خلالهم رح نتعرف على مختلفة أفضل وكيف نستخدمهم بالفيديو اليوم رح نتعرف على كونسبت بورد كونسبت بورد هو أفضل أفضل فينا نستعمله إذا بدنا تليميز يعملوا تليميز يشتغلوا على بروجيكت مع بعض أو حتى إذا بدكم يحطوا كل أفكارهم بنفس المحل دعونا نرى كيف أول شي نفوت على www.conceptboard.com نعمل sign up أو log in هون يبينو عنا كل البورد نحن نستخدمون نضع نيو بورد منسمى البورد icebreaker ونقبس على rename رح نشوف مع بعض هلا كل التول اللي عنا على concept board سنبدأ أول شي بالهند اللي هي من وراها ومن خلالها بنقدر نحرك البورد مثل ما بدنا تاني طول اللي هي كتير سهلة select بس لحتى نعمل select على الأشياء عنا المحاية لنمحة وعنا السكريبل والحلو بالسكريبل انه هن بيجوا بمختلف الألوان وحتى فينا نغير الفونت يعني قدي بدنا يكون سميك وقدي لا نفس الشي بالmarker كمان ننقل هون اللي احنا بدنا يكون ونغير الفونت يعني نكونوا عريض ونرفعوا والعكس صحيح هلأ عنا الأسهم كمان الأسهم نستخدمها اذا بدنا ندل على شي بالنشاط اللي نحنا عم نعمله فينا نغير الفونت اللون فينا نغير شكله للسهم وحتى الحلو هون انه رح فرجيكم هلأ مثلا السهم الثاني خلينا نغير شكله ونعمله لون أسود انا عم بحث هيدا السهم فينا حتى خليه يتناسج او يتلاقم مع السهم اللي فوق وبطريقة انه يطلعوا مثلا السهمين برلل لبعض متل ما هم بتشوفو هلأ فينا نقل shapes كمانا عنا مختلف أنواع shapes وهيدا الشي عفكرا بذكرنا بالjam board يعني concept board كتير بشبهة jam board لانه عندهم تقريبا زيت tools كمانا فينا نقل شي بيكون كلهم ملون من جوه فينا النقيه يكون shaded او افتح شوي تنقدر نكتب بقلبه او حتى فيه يكون السهم او حيالله شاب من نقيه فاضي وهلا رح فرجيكم الثلاثة الامتال اللي انا عم بحكي عنهم فينا حتى نكتب بقلبه مثلا hello everyone إذا كنا عم نعطي online session كمانا فينا نقل اشكال تاني والحلو هون انه عن جد عنا كتير قلوان النقي مننا وحتى اللون الواحد فيه بقلبه درجات مختلفة او different shades متل ما بيقولوا رح نقح يلا لون هلا اخضر مثلا ونكتب بقلبه مثلا good morning حتى اذا مثلا عملين ناشاط معين وبتكن تعطوا comment او تكتبوا تعليق لحدا من التلميز تكتبوا على comment وبتكتبوا feedback تابعكم او اذا حابين تعطوهم ملاحظة او اي نوع من التعليق وفيكن تعملون tag تحتى يبين او يصلون message انه انتو علقتوا على الشغل اللي هني شغلينه وحتى التلميز فيه يعمل reply ويرد عليكم وعفكرة نوت كتير مهمة انه ننتبه انه كل شيء منكتبه بقلب البود نعمله pin لحتى اذا التلميز فاتوا عم يشتغلوا كلهم بنفس الوقت ما يقدروا يغيروا محل النشاط او حيالا شي كتبين او حيالا شكل مستعملينه لانه هالا امور ممكن تصير اذا كنا عم نستخدم الايباد او على التليفان رح نشوف هلق مع بعض templates already معمولين على concept board وهذا الحلو هون انه عن جد كل templates موجودة نحنا بس بنا نخدها ونعدل فيها او فيها نستخدمها متل ما هي اذا بتناسبنا سو متل ما شايفين هون ادي في عنا templates already موجودين في عنا اشي خاصة بالمثلا float chart مثلا i like i wish what if يعني حيالا routines فيها نستعملهم بالself عنا اشي على ال ice breakers عنا ال kwl chart في حتى mind map في حتى reflection templates موجودين حتى انهم قسمين templates لعناوين وجمعين اللي بيشبههم بعض مع بعض رح نقى مثلا for example اليوم رح نعمل virtual ice breakers سو اذا بدنا نعمل ice breaking activity نحنا وعم ندرس online في عنا كل هول الموجودين فينا نستخدمهم لحتى نكسر هال ice لبين التلميز سو متل ما شايفين انه هيدا كله بورد واحد سو اللي فينا اعمله هو انه شيل من هيدا النشاط ال activities اللي انا ما بديني هون او اللي ما بينسبوني وفينا يخلي واستعمل اللي انا بحسن التلميز رح يتفاعلوا معا رح نشوف هلا رح نعمل zoom in تنشوف اكتر examples عن هالنشاطات اول شي بدنا نعمل unpin تحتى نقدر نحرك البورد ونغير فيه ورح عمل delete لهيدا البورد كله تحتى لانه انا ما بدي استعمله بس بعمل select all وبعمل delete لل activity واكيد ما بينسبة بعمله unpin سو في عندي هيدا النشاط يلي هو two truth and a lie الحلو هون انه التعليمات ارادى مكتوبة سو ما بتطر انه غير فيها او عدل فيها بس اللي بدي اعمله انه غير ال participants name وسميهم باسامل التلميز اللي عندي اياهون وكل اللي عليهم يعمل انه يقروا الامتال الموجودة ويقرروا اذا هي truth or lie وياخدوا الدائرة ويحطوها بالمكان المناسب مثلا حتى في عندي هيدا النشاط التاني كمانا التعليمات موجودة take a picture او trivia game مثلا هون الحلو انه حاطين كل ال sticky notes already مجاهزينهم وحاطينهم وراء بعد ضغر التلميز بس بياخد sticky note وبيكتوب بالجواب طبعه هلا كمان اذا منفوت على insert building blocks منلاقي graphic organizers already معمولين على concept board كل اللي علي اعمل انه اخد هيدا التامبليت او graphic organizer وعدل عليها سو انا رح نقم مثلا mind map بنقله على ال board بدل ما اعملها كله لان انا فينا اعملها من الاول على concept board بس توفر وقت بيخدها مثل ما هي وبغير title مثلا بسميه لنقول living things وبغير topics تسميهم مثلا animals plants وبيكونوا التلميذ اونلاين معي على concept board وعن بعبوا المايند ماب كلهم بنفس الوقت مع بعض الحلو هون انه كمان فينا انا زيد audio او video فينا اخد الفيديو حتى ال link او url من youtube فينا حتى كمان ازيد files يعني images او حيالة صورة وفينا زيد icons والحلو هون ان ال icons مهضمين عندي كتير اشياء فينا استخدمها وغيرها لونة وكبرة وظغرة واكتب بقلبه مثلا هون اينا new فينا نقي كمان وحطينهم انتوا بعناوينهم وغير اللون متل ما سبقوا قلت وحط اشياء مختلفة هلا ازا بدي اعمل share لconcept board بيكبس على share وبيكبس على copy link بس قبل ما اكبس بدي اتأكد انه اللي بدي يفوت على concept board هو مش بس معه ال link هو كمان قادر يكون editor و reviewer مش بس reader سو بيكبس على copy link وببعتلوني على ال platform اللي عم نستعمله او فينا ابعتلون ال qr code كمانا مثل padlet بس بيعملوا scan للcode و بيفوتوا على concept board حتى فينا اعملوا ال invitation اذا استعملت ال e-mail وكمانا اتأكد ان انا عم بحطهم ان يقدر يعملوا edit او يغدلوا او يغيروا ويكتبوا على concept board بيكبس done وهيكي منكون شفنا كيف صار عنا board زيادة اللي بدي اعمله هلأ بيكبس على ثلاث نقاط بيكبس make a copy وبغير لا اسمه هيك بيصير عندي copy تاني من concept board وحتى اذا انا شاركتها مازو ما لاقي نفس الشي بيعملوا ساعتها بيصير عندهم البورد اللي انا شاركتهم ايها والبورد ال copy اللي هنا في هنا يغيروا فيها ويعضلوا فيها ويستخدموها متل ما هنا بدهم وهيك منكون تعرفنا اليوم على concept board وكيف نستخدمه stay tuned حتى نتعرف على غير online tools بالفيديوز اللي جيين